مجزو أسالسة من التلفزيون المصرية كل عام وحضراتكم بخير أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة عيد الأطحى المبارك في مسجد المشير تنطوي بتجمع الخامس هذا وقد بدأت شعر الصلاة بتلاوة أيات من ذكر الحكيم ثم أقبها ترديد تكبيرات العيد وقد أدى صلاة العيد مع السيد الرئيس كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي ووزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة وعقب أداء صلاة العيد توفدت جموع من المواطنين بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية على الحدائق العامة والمتنزهات والمادين للاحتفال بأول أيام عيد الأطحى المبارك كما توفد المواطنون على المجازر لنحر الأضاحي ومن الرحلات النيلية للمناطق الأسرية مرورا بالمسطحات الخضراء على اختلاف أنواعها أقبل المواطنون من كل مكان للاستمتاع بأوقاتهم والتمتع بالمناظر الطبعية الخلابة إلى جانب ممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية احتفالا بالعيد وسط إجراءات أمنية وصحية مكسفة انتهى ديوف الرحمن من رمي جمرة العقبة في مشعر منا في أول أيام عيد الأطحى المبارك شهدت حركة ديوف الرحمن انسيابية في التنقل كما اتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحة المحيطة به بتدفق المتدرج والآمن على دفعته كما يؤدي الحجيج المتعجلون طواف الإفادة واستمنظومة من الخدمات داخل المسجد الحرام ضمن خطط الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف لضمان تفويج الحجيج لأداء نسكهم بيسر وسهولة واصيلا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيه بأسعار أزيدة من السلع الرسمية حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 415 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 59 طن مواد غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 10 أطنان مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيه بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 38 طن كما تم ضبط 11 طن إسمنت في مجال البيه بأزيد من السعر لمواد البناء وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 607 قضايا من بينها 174 قضية خبز ناقص للوزن و180 قضية خبز غير مطابق للموصفات كما تم ضبط ثلاث قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 15 طن أقمح محلية في مجال ضبط مخالفات التلعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية بالتزامن مع احتفالات عيد الأطحى المباركة تكثف أجهزة الدولة المختلفة إجراءتها لضبط الأسواق والتأكد من توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين وفي هذا الإطار تجري وزارة الصحة والسكان حملات تفتيشية لمراجعة التزام المنشآت الغذائية بتطبيق دوابط سلامة الغذاء وتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لضمان وصول غذاء صحي وآمن للمستهلكين قامت مؤسسة حياة كريمة من خلال المنصقين المادنيين والمتطوعين بمشاركة الأهالي بالاحتفالات في محافظات مصر من أسوان إلى الأسكندرية عقب صلاة عيد الأطحى المبارك وقامت مؤسسة حياة كريمة بتهنئة الأهالي وتوزيع بعض الهدايا على الأطفال أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلين تابعين لسلاح الجو الأوكراني أو طائرتين من ترازق سو 25 و15 طائرة مصيرة وتدمير عدد من مخزن الأسلحة وذلك خلال 24 ساعة ماضية وذكرت الوزارة في بيان أن سلاح الطيران والصواريخ والمدفعية الروسية استهدفت خلال أمس 22 موقع لقيادة العمليات في أوكرانيا بما في ذلك الكتيبة 98 للواء الدفاع الأوكراني في مقاطعة دين وبيترو فيسكا وأضفت أن القوات الروسية دمرت خمسة مخزن للأسلحة والمعدات العسكرية تتابعا للقوات الأوكرانية في منطقة دونسك اخترق ألاف المحتجين حواجز الشرطة في كلومبو العاصمة التجارية لسريلانكا واقتحموا مقر الإقامة الرسمية للرئيس جواتبايا رابايسكا وخلال واحدة من أكبر المسيرات المناهدة للحكومة هذا العام في البلد الأسيوي المضطرد وأظهرت لقطات فيديو بعض المتظاهرين الذين يلوحون بأعلام سريلانكا وهم يقتحمون مقر إقامة الرئيس وقال مصدران بوزارة الدفاع إن الرئيس نقل قبيل الاحتجاج من المقر الرسمي حفاظا على سلباته نهاية مجاز الأنباء تاكمل على شاشة التلفزيون المصري شكرا لكم وإلى اللقاء